السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام ومتابعي قناة كورا سبورت اهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد وحلقة جديدة في البداية ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى في الكومنتات وكمان اطلع دوس لايف للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من عشاك النادي الاهلي ويلا وينا نبدأ اخبارنا النهاردة اللي هنبدأها من داخل المنتخب الوطني ومعسكر المنتخب الوطني كمان في الفيديو ده هنتكلم عن طلب جيمي باتشيكو بالمستحقات المتأخرة لدى نادي الزمالك وكمان رحيل اشرف بن شرقي ورفضه للتجديد لصالح نادي الزمالك النهاردة استاد برج العرب شاهد مران المنتخب الاول الاخير قبل الصفر استعدادا لمواجهة انجولا في الجولة الخمسة من المجموعة الخمسة الموهلة لكاس العالم المقام في قطر عشرين اتنين وعشرين كمان رسميا الجهات الامنية بتوافق على حضور خمس تلاف مشجع لمباراة مصر والجابون كما تم تحديد كمان اسعار التذاكر من جانب شركة تذكارتي المقصورة الامامية بتلتميت جنيه للتذكارة الوحدة وكمان الدرجة الاولى ميت جنيه والدرجة الموحدة خمسين جنيه نتمنى التوفيق للمنتخب المصري في مباراته القادمة امام انجولا في الجولة الخمسة وكمان اخر مباراة له في الجولة الستة وختام دور المجموعات امام الجابون في استاد القاهرة نتمنى التوفيق للمنتخب المصري يحتاج فقط لسلاس نقاط للصعود للمباراة الفيصل او المباراة النهائية مباراة هتجمع بين المنتخب الوطني واي منتخب من الطوف فايف داخل افريقيا سواء الجزائر او المغرب او تونس او حتى السنغال وكمان نيجيريا نتمنى التوفيق للمنتخب كمان عاجل ورسميا نقابة الاعلاميين بتعلن رسميا وقف متحة شلبي عن التعليق على المباراة لنهاية سنة 2021 يعني بصراحة شايف ان القرار ده هو طالع بناءا عليه رضا كماهير نادي الزمالك قال لك عشان خاطر نهد الجو نهد الاوضاع في القرى المصرية وكمان نراضي جماهير نادي الزمالك فقال لك احنا نعمل بيان بيقاف متحة شلبي لنهاية السنة 2021 وبكده الجماهير هتتراضى منها متحة شلبي اساسا ما لوش مباريات انه هو يزيعها او يعلق عليها في الفترة دي حتى نهاية 2021 الا لو كان في مباراة المنتخب كان ممكن يزيعها او لا ولكن متحة شلبي بيزيعش المباراة الاهلي والزمالك او مباراة مثلا الاهلي والاسماعيلي لكن اي مباراة تانية في الدور العام متحة شلبي ما بيزعهاش فكده انا شايف ان القرار ده طالع بناءا عليه انه هو يراضي جماهير نادي الزمالك ويهد الجو شوية في القرى المصرية كمان بالنسبة لاليو ديانج جلات اسراي التركي مهتمة بيضم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم سيما قلنا لحضراتكم قبل كده ان اليو ديانج مش هيكمل مع النادي الاهلي لان اللاعب ده مكانه في اوروبا اللاعب ده مستوى عالي جدا جدا ومش هو اللي يفضل في الدور المصري او مستوى ما يكونش في الدور المصري ده ده مستوى يؤهله لللعب في اكبر الدوريات الاوروبية فالنادي الاهلي مش هيبيع االيو ديانج بقى اقل من عشرة مليون يورو عشرة مليون يورو ده هيكون سعر مناسب للنادي الاهلي وكمان لاليو ديانج وده بندل على شيء فبيدل على ان النادي الاهلي بيقدر يستثمر كويس في اللاعبة اللي بيشتريها يعني النادي الاهلي شريب مليون ونص يورو هيقدر يبيعه بعشرة مليون يورو كسبان فيه ملايين من الملايين فده بيوحي باستثمار النادي الاهلي الناجح في اللاعبين هناك على الجانب الاخر على نادي الزمالك في اهضار للمال العام اللاعب انا بشريه بمليارات وملايين اجانا بيعه من غير فلوس خالص اللاعب بيفسخ التعاقد معي وكمان بيكون ليه مستحقات عند النادي كمان المنتخب الالومبي بقيادة الكابتن شوء غريب بيواصل تدريباته استعدادا لبطول الشمال افريقيا الشهر المقبل كمان عاجل ورسميا جيمي باتشيكو تقدم بطعن على الحكم الصادر بقى حقياته في الحصول على ربعمية وسبعين الف يورو من نادي الزمالك وهي قيمة مستحقاته المتأخرة لدى النادي وطالب جيمي باتشيكو بالحصول على مليون وسبعمائة الف يورو فوكيل اعمال جيمي باتشيكو قال ان جيمي باتشيكو حصل على وعد من اللجنة السابقة بان هيتم صرف مستحقاته بشكل مستمر وكمان باتشيكو انتظر لمدة اسبوع في مصر بعد الاقالة قبل ان يسافر وعدوا نادي الزمالك واللجنة اللي كانت مترقصة نادي الزمالك بيرسال مستحقاته لبعد السفر ولكن جيمي باتشيكو انتظر لمدة شهر لكنه لم يحصل على اي حاجة من مستحقاته فبالتالي جيمي باتشيكو قرر ان هو يطالب الفيفا بزيادة الغرامة المالية على نادي الزمالك انه محصلش على اي مستحقات مالية كمان اتكلم وكيل باتشيكو وقال ان نادي الزمالك طلب الاستقناف على عقوبة تغريم وربعمائة الف يورو لكن انهم نادي الزمالك مقدرش يسدد رسوم الاستقناف فدي كارثة في حق نادي الزمالك لما انت مش قادر اه تسد الرسوم بتاعت الاستقناف رايح ليه تعمل راجل وبتستقنف على العقوبة انت كده بتوقع نادي الزمالك في عقوبة اكبر واكبر لان الربعمائة الف يورو مش هيقله مفيش استقناف عليهم فانطلاح تعمل استقناف فبالتالي انت كده تدفع رسوم الاستقناف وهيفضلوا هم الربعمائة الف يورو زي ما هم بل كمان ممكن يوصلوا مليون وسبعمائة الف يورو زي ما جيمي باتشيكو طلب من الفيفا بسبب عدم ارسالك لمستحقاته كمان اتكلم الكابتن طارق جبريل عدو نادي الزمالك وقال ان في اتفاق مبدأي على التجديد للسلاسي طارق حامد ومحمد ابو جبل وكمان مصطفى فتحي واشرف بن شرقي مستحيل ان احنا نجدد له لكبر التعاقد مع اشرف بن شرقي كلمة التعاقد معي كبيرة جدا على نادي الزمالك في الوقت الحالي نادي الزمالك ما يقدرش يجدد لاشرف بن شرقي وبالتالي هيتم عرضه للبيع في يناير القادم لو ما فيش اي عقد جاله خلاص فاشرف بن شرقي هيمشي في ريه على طريقة ثرجاني سياسي ما عرفش بصراحة يعني المفروض اللعيب اللي انا مش قادر اجدد له المفروض ابيعه استفاد منه ماديا احسن ما هو يمشي في ريه ويمضي لاي نادي اخر انتقال حر وهو اللي ياخد الفلوس واللاف جيبه بدل ما نادي الزمالك يستفاد لا فنادي الزمالك بيخسر فلوس في اللعيبة واللعيبة بتمشي من غير منادي الزمالك يستفاد منهم ماديا كمان بالنسبة لوزير الشباب والرياضة اتكلم عن انتخابات نادي الزمالك وقال هيكون في ضمامات بعدم وجود تجاوزات او رجوع الخطوات للخلف بالنسبة لنادي الزمالك عشان خاطر يحفظ حقوق نادي الزمالك في مجالس الادارة القادمة طبعا مرتضى منصور لو ترشح لانتخابات نادي الزمالك فهيكون هو رئيس نادي الزمالك القادم وهيكسب الانتخابات باكتساح الناس كلها في نادي الزمالك عايزة مرتضى منصور يرجع باي شكل من الاشكال طيب تعال نروح للنادي الاهلي ورجالة النادي الاهلي ابناء النادي الاهلي في الاعلام المصري بتتكلم عن بيان النادي الاهلي وبتهاجم النادي الاهلي يعني بصراحة مش عارف النادي الاهلي هيلاقيها من مين ولا من مين لما ابناء النادي الاهلي يطلعوا يهجموه في الاعلام بسبب بيانه ان هو بيحاول يحفظ حقوقه فبالتالي الناس ابناء نادي الزمالك او الخصوم الاخرى هيعملوا ايه في النادي الاهلي يعني النهاردة وليد صلاح الدين تلعي تكلم على قناة وقال انا اختلف بشدة مع بيان النادي الاهلي لانه غير منطقي وكمان في مبالغة كبيرة وشايف ان تصريحات الحكم تم تفسيرها بشكل غير صحيح بصراحة مش عارف يعني الحكم نفسه قال انا كان لازم احتوي لعبة نادي الزمالك في الملعب فازاي تم تفسيرها بشكل غير صحيح خاصة ان النادي الاهلي حقق الفوز بنتيجة خمسة ثلاثة طيب ما قرارات الحكم اللي خلت نادي الزمالك انه يزود في اهدافه يقلص الفارق لهدفين نادي الزمالك كان خسران خمسة واحد بسبب الحكم وطعاطف الحكم مع لعبة الزمالك فده اللي وصل النتيجة لخمسة ثلاثة والله اعلم كان ممكن النتيجة توصل وكمان كان ممكن توصل للتعادل